الملجأ الأخير للفلسطينيين قطاع غزة قطعة من الأراضي المحتلة كتب عليها تاريخ من فصول القتل والتدمير قطاع غزة هو المنطقة الجنوبية من السهل الساحلي الفلسطيني على البحر المتوسط تحده إسرائيل شمالا وشرقا ومصر من الجنوب الغربي كان قطاع غزة من الإمبراطورية العثمانية قبل أن يخضع للإحتلال البريطاني في 1917 وبعد النجبة في 1948 فر إله الفلسطينيون من الأراضي المحتلة ويعد 66% من سكانه لاجئين في مخيمات جبالي والشاطئ والبريج والنصيرات والشابورة ودن البلح وخان يونس والمغازي وفي عام 1967 احتلت إسرائيل قطاع وأنشأت إحدى وعشرين مستوطنة وحاولت طرد الفلسطينيين منهم في عام 1987 اندلعت غزة الانتفاضة الفلسطينية الأولى وتعرض السكان للقمع والتنكيل والقتل وبعد اتفاق أوسلو عام 1993 خضع جزء كبير من القطاع للسيطرة الفلسطينية باستثناء البؤر الاستيطانية والمناطق العسكرية ثم شارك سكان القطاع في الانتفاضة الفلسطينية الثانية في سبتمبر 2000 وقررت إسرائيل الانسحاب منه وتفكيك المستوطنات في عام 2005 وحينها أجرت السلطة الفلسطينية انتخابات فازت فيها حركة حماس وسيطرت على قطاع غزة في 2006 ففرضت إسرائيل حصاراً برياً وبحرياً وجوياً كاملاً يمنع الأشخاص والبضائع من الدخول أو الخروج ومن حينها ينفذ جيش الاحتلال العديد من العمليات العسكرية التي يقضي فيها على الأخضر واليابس ففي 2008 نفذ عملية الرصاص المصبوب استخدم فيها أسلحة محرمة دولية مثل الفيسفور الأبيض واليورانيوم المنضب راح ضحيتها 1430 شهيداً فلسطينياً وعملية عامود السحاب في 2012 استشهد خلالها 180 فلسطينياً وعملية الجرف الصامد في 2014 التي نفذ جيش الاحتلال خلالها 60 ألف غارة أسفرت عن استشهاد 2322 فلسطينياً وفي 2019 شنت إسرائيل غارة على القطاع استشهد خلالها 34 فلسطينياً وفي 2021 نفذت إسرائيل عملية حارس الأسوار استشهد خلالها 250 فلسطينياً أردن غنية صالحة للزراعة وتملك احتياطيات الغاز البحري التي تقدر بنحو 35 مليار متر مكعب أردن فلسطينية خالصة ظلت مطمعاً لمحتل لا يعرف سوى لغة الدم وسياسات الاستلاء والتهكير والتهويد كي يحولها لوحدة من مستوطناته ينهل من خيراتها ويكسر إرادة شعبها إلا أنها غزة الصامدة ستظل عصيتان على عدو لن تسقط جرائمه بالتقادم ترجمة نانسي قنقر